بس في موضوع كده خلينا نشير إليه ويمكن نتناوله بشكل موسع خلال الفترة القادمة وهو موضوع مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي الحقيقة المفارقة أنه الرئيس التشادي أجريت الانتخابات في 11 إبريل اللي فات ومبارح لجنة الانتخابات أعلنت بشكل مبدئي فوزوا لفترة رئاسية جديدة هو بقاله في حكم الشاد حوالي 30 سنة ويصف البعض بأنه ذو يعني يد حديدية لأنه من الرجال المعنيين وكان بيكافح ويناضل في محاربة الجماعات التكفيرية ويمكن الرئيس زي ما قلت لحضراتكم كان النتيجة المبدئية أعلنت مبارح بفوزوا بولاة رئاسية سادسة بواقع حوالي 80% من الأصوات لكن النهاردة تم الإشارة إلى مقتله اللي حصل إيه وفقا لما تم الإعلان عنه من الجانب التشادي أنه تم اختياله أثناء تفقده لقوات الجيش التشادي على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين وما فيش تفاصيل أكتر تم الإعلان عنها إلا أنه المتحدث باسم الجيش التشادي بعد إعلان وفاة الرئيس التشادي قال أنه تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة نجل الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو أو المعروف بمحمد كاكا وبالإضافة إلى قائد الحرس الرئاسي واجتمع المجلس على طول وأعلن ميثاق انتقال السلطة زي ما قلت لحضراتكم الرئيس الراحل إدريس ديبي مساهم رئيسي في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل وكان يعني في تعاون وثيق قوي ما بينه وما بين عدد من الحلفاء للشاد زي فرنسا وعدد من الدول الأجنبية الأخرى في عملية مكافحة الإرهاب ليه برضو بنشيل الموضوع ده بس عشان أعيس حضراتكم لو زمايلي بس يحطوا الخريطة عشان نفهم البعد اللي لازم برضو ننظر إليه في هذه القضايا التشاد هي مش بعيدة عن مصر وبتجاورها ليبيا وليبيا وعفوا ليبيا والسودان الشقيقتين والمنطقة اللي هي على الحدود ما بين التشاد وليبيا في جماعات تكفيرية كثيرة عشان كده هتلاحظوا انه تم اختياله وهو مع قوات الجيش في المنطقة الشمالية نتمنى ان شاء الله انه الأمور يعني تبقى مستقرة عقب وفاته واعتقد الأيام اللي جاية هتكشف مزيد من التفاصيل حول هذا الأمر